شوف طاقتك اول شي لهاي الفترة كيف عاملة على شو عم بتركز واو رح يكون في عندك سعادة عاطفية كبيرة في كاس حبي كبير رح يتقدم لك ان كان من شخص قديم او بالنسبة لاشخاص اللي العزاب كمان في حتى اللي عندهم حبيب قديم في كاس جديد حب رح يتقدم لك من شخص جديد يمكن يكون معجب له فترة فعم بشوفه كتير مهتم فيك كتير عم برقبك شايفيتك عم تعطي فرصة هاي الفترة طاقتك عم بتكون مركزة عليه او عم بتفكر فيه اكتر شي خلينا نشوف ازا الفترة هاي شو مخبيت لنا لبرج العقرب برج العقرب كمان تسعبوا الفترة الاخيرة وعانوا من خذلان معين تعبهم شخص فيه شخص مبين بالورق كتير تعبكم كتير كان ملعب كتير كان آآ آسي بقراراته بي عم بشوف هذا الشخص عم بيلعب بالثلاث ورقات يعني آآ بالفترة الماضية عم بيكون آآ آآ عم بيلعب على اكتر من خط عم بيكون يمكن عنده علاقة ثالثة او موضيع تانية كان داخل يمكن على على طمع معينة شايفيته ما كان صافي بالماضي ولكن آآ بعديها صار في حب عم بشوف هلأ آآ هذا الشخص عم بيرائبك عم بيكون عنده مشاعر قوية جدا ناحيتك ولكن هو خايف آآ منك آآ زيءك انه خلينا نقول آآ هذا الكرت اجا فوق هذا الكرت خايف منك من قرارك من رفضك من آآ انت بآ خلاص صور تحذر منه انت صور تعارفه صور تعارف كيف بيفكر آآ كشفته زي ما بيقوله آآ آآ عم بيكون شوي خايف منك عم بتطلع من بعيد آآ عم بيرائب الامور لما تهدى شوي كذا عم بيحاول انه آآ آآ يرجع او يرجع الامور آآ زي ما كانت او يطور الامور العاطفية اللي بينك وبينه ممكن يكون هذا الموضوع مش آآ عاطفية ممكن يكون عملي لانها قراءة عامة واذا كانت عاطفية ممكن تكون عكسية انت بتعرفه حبايبي فآ آآ هذا الشخص آآ عم بيكون كتير برائبك من البعيد آآ شاكك انه عندك يمكن آآ حياتك آآ مبسوط كذا آآ آآ ولكن انا بشوفك يعني بشوفك عم تستنى كمان عم تحبه نفس الحب آآ شايف فيه نوع من الكارما او راح يصير آآ بناتكم آآ فيه عدالة يعني فيه موضوع معين آآ وكأنه هو راح يخسر آآ أمور معينة راح يخسر آآ أشخاص آآ أموال يمكن صراعات عم بتكون آآ حوالي هذا النوع من اللي ممكن انه يصير راح يكتشف انه انت الخب الوحيد يعني اللي بحياته ممكن كمان هذا الكارت يكون مشروع جديد آآ فكرة جديدة ممكن تتبلور آآ على الصعيد العملي ممكن تكون فرصة عمل جديدة آآ شايفة كمان آآ للناس اللي عم يدرسوا أو آآ عم يستنوا منحا أو عم يستنوا نتيجة معينة عم بتكون مبهرة آآ الأخبار عم آآ توصلهم وعم يفرحوا فيها كتير في أخبار آآ جدا مفرحة راح توصلك يا برج العقرب آآ على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص آآ يعني من بعد ما كان آآ عم يخفي شغلات من بعد ما كان آآ ملاعب في عنده أطراف في عنده شغلات آآ بعد الجوجمنت أو بعد الكارمة اللي راح تصير عم بيقدم لك عرض عم بيقدم لك آآ حب آآ مشاعر جديدة آآ وعم يكتشف انه انت الوحيد اللي حبيته وانت الوحيد اللي يعني اعطيته آآ يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول فعم بيكون هذا الشخص آآ رح يلجأ لك بآآ موقف من المواقف آآ آآ انت رح تكون شوي شايف حالك شوي آآ ماخد آآ طرف أو جنب آآ ولكن هذا الشخص رح يحتاجك آآ فعلا في موضوع من المواضيع آآ إن كانت معنوية أو مادية أو أيا كان الطاقات اللي عم تظهر عندي آآ برج السرطان كتير صار ظاهر هلأ آآ لحديث هلأ في الأسد آآ كمان الميزان أنا بحس كمان هذو الكرت ميزان بشكل عام الطاقات آآ عم بتكون آآ نارية اكتر شي عم بتكون آآ آآ ترابية وعم بتكون كمان مائية هذا بشكل عام خلينا نفتح شوي على العاطفة اكتر شايف فيه حياة عائلية خاصة للمتزوجين أو للمطلقين في رجوع في آآ آآ رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في البداية آآ في حياء أسرية حلوة خاصة للمتزوجين أو للمطلقين شايف فيه علاقة ثلاثية أو عائق في العلاقة عم تودع عم تحكي له باي باي لهذا العلاقة الثلاثية عم عم تمشي من من دربكم بدون ما انتوا يعني بدون ما انت آآ تعمل شي بدون ما انت تنتقم بدون ما انت تعمل شي هي العلاقة الثالثة راح تروح آآ لحالها في سبيلها شايفيتك كتير آآ ان جرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يطلع وهو يمكن كان سبب من الاسباب آآ هاي آآ شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد آآ قوتك عم تستعيد آآ نشاطك شايفيتك آآ راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين آآ لورا آآ آآ عم آآ تحكم الامور عم آآ بتكون في آآ يعني الامور آآ في ايدك اكتر ما هي في الطرف بايد الطرف الثاني آآ شايفة شايفة في فراشة حب آآ بناتكم متل مسجات آآ أمور اخبار عم توصل من طرف للتاني آآ الشريك شايفيته عم بيكون آآ يعني ماسك متل آآ خلينا نقول آآ آآ وردة او شغلة لإلك مخبيها لوقت معين آآ آآ فشايفيتها عم توصل لك هون وانت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط آآ شايفة في عندك شوية طاقات سلبية حبيبي موثنتون آآ حسد على الأغلب آآ فحاول إنك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على الأمور آآ العاطفية أو أي طاقة سلبية أخرى عادي يعني آآ مش آآ مش شيء معين آآ شايفة في آآ قوة رح تمتلكها في العلاقة ما رح تكون زي بالأديم القوة يعني مع الطرف الآخر رح تتحول أو تنقلب الآية والقوة تصير معاك أكتر ورح تحكم الأمور بآآ بأكتر حكمة ما رح تعطي الطرف الآخر أكبر من حجمه خلاص رح تحجم الأمور رح تحجم الأشخاص بشكل عام حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك آآ برج العقرب هاي الفترة عم بحجم الأشخاص اللي حوالي هون في أمنية في زرعة انت زرعتها قديما ويعني نسيت موضوعها خلاص يعني ما رح تتحقق وفعلا رح تتحقق في هاي الفترة ان شاء الله آآ آآ ولكن زي اللي انت خلاص يعني نفسك طلعت منها او آآ اجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق. شوف ازا في تحذيرات معينة لبرج العقرب. آآ في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول انها تتعطل أمورك ان كان في العمل او في العاطفة اتنتين بزبط. آآ هدولا مثل الفيران شايف كيف آآ اشكالهم ازا الصورة واضحة مثل الفيران مثل الاشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنا بلا يعني مش سادقين آآ وبترجع عالجحر تبعها يعني بتتخبى فهي آآ بتكون خايفة منك آآ او خايفة منكم آآ عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش آآ حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا آآ ما في لهم اي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة آآ ما حدا شايفها آآ بتضلها بالجحر آآ تبعها طول الوقت آآ خايفة فيعني ما تخاف آآ شي بالعكس يعني ورقة حلوة آآ بس انهم يعني تكون حذر من هدول الاشخاص ما تطلع اسرارك آآ تحجم العالم تحط حدود ما تعطي لهم اهمية ابدا لا بتفكيرك ولا بطاقتك ولا حتى بافعالك بيقول لك فيه اجابة لسؤال معين فيه سؤال في بالك وانا للنصيحة اسأل هلا السؤال عشان احكي لك شو الاجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال تضمر على شي فالاجابة هي نعم فبيقول لك اجابة السؤال اللي انت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل ترك مثل اللعبة يعني طلعت لك فحلو فما بعرف انت على شو سألت يعني يالله اعلم اذا شغلة سلبية يعني شغلة ما بتفرح اذا طلع الجواب نعم اذا شغلة ايجابية وطلعت الاجابة نعم فشي حلو بقل لك حافا يعني خلص بكفي ينكذ بكفي مشاعر سلبية ذي كفي تاخد يمكن أنت من الأشخاص كمان اللي بيشتغلوا أكتر ما هم بيهتموا بالأمور التانية فبيحكي لك ارجع لهواياتك ارجع اركض العب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم هافا استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بكفي حابس حالك بالنسبة للأشخاص اللي حابسين حالهم اه ما عم يطلعوا عم يكونوا شوي مكتئبين اه بيقولك تأكد هاي نصائح جاي من الانيمالز بيقولك انت طلعلك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الانيمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكامل شو عم بيقولك 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 ترس بيقولك انه انت تأكد وكون على ثقة انك انت بتمتلك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتمتلك جميع القدرات لحتى تجتاز التشالينجز الصعوبات او المشاكل او العثرات اللي ممكن اشتركوا في القناة